موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة ما زال الغموض يلف قضية استشهاد قادة أحرار الشام وتتواصل المحاولات لحل لغزها عن هذا الموضوع صحيفة القدس العربي نشرت تحليلا بعنوان محاولة لحل لغز مقتل قادة أحرار الشام ما جاء فيه أحرار الشام هي الحركة الأكبر ضمن فصائل المعارضة وأكثرها انتشارا في كافة محافظات سوريا اتجه الحركة العام سلفي الكثير من قادتها شاركوا في القتال في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 اعتق لهم النظام السوري وجمعهم في سجن صيدنايا وبعد ذلك أطلق سراحهم مع انطلاق شرارة الثورة السورية ولا يخفى من ذلك قصده وهو إعطاء الثورة السورية طابعا سلفيا إسلاميا بدل طابعها المدني العام العابر للطوائف وجهت بعض القوى الاتهامة إلى النظام السوري وهو خصم شديد للحركة كما وجهت اتهامات أخرى إلى تنظيم الدولة الإسلامية وهو خصم لا يقل ضراوة عن النظام لكن حجم العملية والطريقة التي نفذت فيها لا يمكن إحالتها ببساطة ومن دون تدقيق إلى الطرفين رغم الاحتفالات التي حصلت في مناطق مؤيد نظام السوري وكذلك أنصار حزب الله اللبناني والتهاني التي تبادلها الموالون للدولة الإسلامية في وسائل التواصل الاجتماعي كما أن هناك ربطا بين المحاكمة التي أعلن عنها في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل يوم واحد من الانفجار واتهم فيها القضاء الإماراتي عناصر من جبهة النصرة وأحرار الشام بالاسم أما الرأي الأخير الذي يسخر من كل هذه التحليلات فيعز الأمر كله للقضاء والقدر وسوء الحسابات الأمنية لأن مكان الاجتماع جرى في مكان قريب من مستودعات للذخيرة وحين حصل انفجار كبير قتل المجتمعون تحت الأرض بسبب إساءة التقدير أولا وإنعدام المنافذ وأسباب النجاة ثانيا ولكن السؤال الذي لا تجيب عليه فرضية المصادفة هو لماذا ثواقت الانفجار مع موعد الاجتماع؟ كثر الحديث في الآوينة الأخيرة عن الحملة الأمريكية ضد الدولة الإسلامية ولكن هل لنا أن نتساءل ماذا سيحصل بعد الحملة؟ صحيفة الغوردين نشرت مقالة للكاتب إيان بلاك بعنوانه التبعات المحتملة للتحرك الأمريكي على الصراع في سوريا الجاء فيه إن سوريا هي التحدي الأبرز في استراتيجية أوباما التي تنطوي على تدخل كبير يصعب التنبؤ بعواقبه وبحسب بلاك فإن الوضع في العراق أسهل من سوريا حيث أن حكومة بغداد والأكراد هم من طلبوا التدخل أما بالنسبة لسوريا فلم يكن مفاجئا أن أوباما شدد على عدم التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي اعتقد أنه سينظر إليه باعتباره أهوان الأضرار من الجهاديين الذين دأب على اتهامهم باطلا بالمسؤولية عن الانتفاضة ومن التأثيرات المحتملة للدعم الأمريكي للمعارضة السورية المسلحة تغيير ميزان القوى في الحرب بحيث يصبح ضد حكومة الأسد كما أن من المخاطر المحتملة حدوث حالة من تزاوج المصالح بين الولايات المتحدة وإيران التي تدعم الأسد فيما تساعد في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وينطوي تدخل الولايات المتحدة في سوريا كذلك على خطر وقوع أسلحة أمريكية في الأيد الخاطئة مثل ما حدث في العراق عندما سقطت مدينة الموصل في حزيران ويشير بلاك إلى أن موافقة السعودية على استضافة تدريب جماعات سورية مسلحة يبقى تذكيرا بأن الدعم الخليجي الطائشة لفصائل إسلامية هو الذي خلق وحش تنظيم الدولة الإسلامية الغرب لديه رؤية استراتيجية على عكس ما نظن ولكن لتمزيق المنطقة وإغراقها بمشاكلها الخاصة أي الفوضى الخلاقة عن هذا الموضوع نشرت صحيفة يينيشفق مقالة لعلي نور كتلو بعنوان الشرق الأوسط وانعدام الرؤى الاستراتيجية جاء فيه يفتتح الكاتب مقالته بأن إدارة أوباما تجنبت تدخل العسكرية في الشرق الأوسط وبسبب سوء تحليل إدارة أوباما للأوضاع والوقوف عند الأسباب الرئيسية للعنف المذهبي وردت أمريكا نفسها مضطرة من جديد لأن تقود تحالفا ضد الإرهاب كالذي جرى بالأمس في أفغانستان إن إدارة أوباما الخارجية لم تستطع إلى الآن تشخيص جوهر المشكلة التي يعاني منها الشرق الأوسط في وجود دول مذهبية قائمة في المنطقة كنظام بشار الأسد في سوريا والمالكي في العراق وما ولده من ردود فعلا عند الشعوب وصلت إلى حد التطرف ولم تعيدة أوباما أن دولا إقليمية كإيران والسعودية تشعلان لهب هذا التطرف بشكل من الأشكال فإيران لها اليد الطولة في سوريا والسعودية أيضا كانت لها اليد الطولة في دعم الانقلاب في مصر وفي حال طراقة الفوضى غدا أبواب مصر هل ستقوم الولايات المتحدة مجددا باستخدام طائراتها في السماء المصرية لمكافحة الإرهاب أم أن كل ما يدري في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط أمر دبر بليل ويتابع الكاتب قائلا ومن السذاجة بمكان أن نعقد آمال الحل على الولايات المتحدة أو روسيا فالحل يكمن فينا في تطوير رؤية استراتيجية تنتشر العالم الإسلامي من هذا الوحل وتضع حد لتدخل الدول الكبرى في شؤوننا ويختتم الكاتب مقالته موجها كلامه لتركيا أكثر الدول الإسلامية قوة وتطورا ويسأل ماذا تحمل في جعبتها للعالم الإسلامي؟ هل ثمت منظور استراتيجي وخارطة طريق بحوزة الأتراك تنتشر هذه الأمة من هذا المستنقع؟ وهل عند مفكري هذه الأمة من رؤى واستراتيجيات؟ رعب جديد يدفع العالم لتحرك سريع ضد داعش صحيفة خبر ترك التركية نشرت مقالا لسيردار ترغوت بعنوان قد تشن داعش حربا كيميائيا جاء فيه يفتتح الكاتب مقاله ببيان سبب تحرك أمريكا السريع ضد داعش في هذه المرحلة وأساسه إدراك الولايات المتحدة الأمريكية لإمكانية أن تشن داعش حربا كيميائيا ويضف الكاتب هذه الحقيقة المرعبة التي تهدد تركيا والمنطقة فرضت على أمريكا التحول فورا إلى حالة الحرب واتخذت القرار بصورة سريعة وعاجلة ويضف الكاتب دوائر الاستخبارات تدرك تماما أن داعش ستقوم بعمليات هجومية إرهابية ضد مراكز ومدن هامة كنيويورك ولندن واستمهول أيضا والتي هي بالأصل تحت تهديد داعش الذي عبر عن ذلك بوضوح منذ مدة ويهدف من خلالها داعش إلى قتل أكبر عدد ممكن من الناس لإحداث كارثة مفجعة ويضف الكاتب والآن تمتلك هذه المنظمة مختبرات كيميائية وأسلحة كيميائية حصلت عليها من المدن التي سيطرت عليها خصوصا في شمال العرق هذه الأسلحة بعضها ما تبقى في مخازن صدام حسين وبعضها مختبرات متنقلة سيطرت عليها داعش من تنظيم القاعدة وأسلوب أوباما المتعجل في بدء هذه الحملة ضد داعش الذي بدى واضحا عليه خلال خطابه الأخير مصدره هذه الحقيقة المرعبة لكنه لم يرد أن يخلق حالة من الهلع والخوف لذلك لم يصف حقيقة الموقف بشكل واضح ويضف الكاتب النظام الأمريكي ينتظر الآن دورا هاما من تركيا في هذه الحرب ويطلب من تركيا حاليا أخذ إرادات من البترول الذي يباع عبر أراضها وكذلك من عن ضمام أي شخص جديد إلى داعش عبر حدودها بصورة نهائية ويطلب منها مساعدة لاستخبارات التركية ويختتم الكاتب قائلا لكنهم لا يعرفون إلى الآن ماذا سيكون موقف تركيا من هذا الأمر فهناك غموض لدى واشنطن حول هذه المسألة أمريكا تتردد في تحركاتها العسكريات تجاه داعش طالما أنها تنفذ مخطط الشرق الأوسط الجديد ولكن هناك خطوط حمراء صحيفة الدستور الأردنية نشرت مقالة لسوفيان الشوى بعنوان داعش وأمريكا والخط الأحمر ثم إلى أين جاء فيه يخطئ الكثيرون في تحديد الأسباب التي دفعت حركات داعش للتحرك لاحتلال العراق بهذه السرعة ثم اختلافها مع أمريكا فجأة فقد نشرت داعش خريطة الدولة الإسلامية التي تحلم بها في المرحلة الأولى وأصبح الهدف واضحا لمن يحب أن يعرفه لقد تأكدت داعش من تردد أمريكا في ضرب سوريا خوفا من أن يجرها ذلك عسكريا لحرب تنأى بنفسها عنها ويتابع الكاتب قائلا ورأى أبو بكر البغدادي أن تردد أمريكا في الدخول إلى معركة عسكرية في سوريا هو إشارة جادة في عدم قدرتها أو في عدم رغبتها لا فرق في فتح جبهة قتال جديدة في العراق فكانت الفرصة التي يترقبها فإن العراق هو الأرض التي يتمنها كلا الطرفين داعش وأمريكا من نسبة إلى داعش فهي نصف الدولة التي سوف تحررها ومن هنا بدأ الخلاف بين أمريكا وداعش بعد شهر عسل وردي بين الطرفين وكان على داعش أن تسير حسب المخطط الأمريكي الجديد لتقسيم العالم العربي والإسلامي إلى أن داعش خلفت هذا المخطط وأرادت احتلال كردستان وهذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه إن البغدادي زعيم داعش أراد أن يكرر نفس الدور فيحتل العراق كله إضافة إلى سوريا والكويت مما أجبر الولايات المتحدة على قصف جويا لقوات داعش على حدود كردستان فخريطة العالم الجديدة يجب أن تنفذ ويحترمها الجميع وإلا فإن القوات الأمريكية جاهزة كأن الأرض لا يكفيها ما بها من مشكلات حتى تأتيها الكوارث من الفضاء نشر موقع CNN خبرا بعنوان عاصفة شمسية قوية تهز الأرض جاء فيه قالت مجموعة من خبراء الفضاء إن عاصفة شمسية قوية نتجت عن موجات حرارية شديدة ستصل للأرض السبت قد تؤثر على شبكات الكهرباء والراديو والأقمار الصناعية ولكن كيف تنتج هذه العواصف القادمة من الشمس؟ الشمس في الأساس هي كرة ضخمة من الغز 92% هيدروجين و7% من الهيليوم وبين الحين والآخر تقضف الشمس كرة من اللهب المشتعل التي يمكن أن تصل للأرض وقالت شاد مايرز الخبر بعلوم الفضاء في شبكة CNN هذه عاصفة شمسية قوية ولن نعلم تأثرها حتى تصل إلى الأرض من جهاته أكدت ليكا جوداه داكورتا المتخصصة في الحركة الديناميكية الشمسية لوكلة الفضاء الدولية أن لا ضرورة للقلق فمثل هذه العواصف لا تؤثر على سكان الأرض مشاهدين الأعزاء لا يفوت الأوان على إصلاح الأخطاء وإن كانت كارثية المهم أن نبدأ صحيفة دايل تيليغراف نشرت تحت عنوان طبقة الأوزون بدأت بالتعافي بعد قيام المجتمع الدولي بالتحرك جافي وجدت الدراسات التابعة للأمم المتحدة بأن طبقة الأوزون قد أظهرت أول علامة على الانتعاش بعد سنوات من الاستنزاف ويرجع الانتعاش إلى حد كبير إلى اتخاذ إزراءات على نطاق العالم عام 87 من القرن الماضي شاملت قوانين الحظر بشأن الغازات التي من صنع الإنسان بهدف التخلص التدريجي من المواد الكيميائية المستنفذة للأوزون بما في ذلك مركبات الكلوروفروكين المستخدمة على لطاق واسع في الثلاجات وللمرة الأولى منذ 35 عاما أصبح العلماء قادرين على تأكيد زيادة الدلالة الإحصائية المستمرة في طبقة الأوزون التي توفر درعا من أشعة الشمس التي تسبب سرطان الجلد وتطلف المحاطيل وغيرها من المشاكل كما أن الثقب الأوزون فوق القطب الجنبي قد توقف أيضا عن التوسع ومن المتوقع أن يستغرق حوالي عقد من الزمن قبل أن يبدأ في الانكماش تظهرنا الحياة بتناخضتها يمطر بالموت صباح مساء من يريد الحياة أما من يعيش رفاهية الحياة فإنه يريد الموت صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالة لجوسلين إليا بعنوان عندما تحجز تذكرة ذهبا فقط فهذا لا يعني أن رحلتك بهدف السياحة لأن مفهوم رحلة السياحية يرتكز على فكرة واحدة هي حجز تذكرة سفر للذهاب إلى الوجهة السياحية المختارة وأخرى للعودة إلى الدولة التي تسكن فيها ولكن اكتشفنا أخيرا أن هناك نوعا جديدا من السياحة لا يحتاج فيه المسافر إلى أكثر من تذكرة سفر ذهبا فقط يعرف باسم سياحة الانتحار التسمية فيها الكثير من التشاؤم فقد تكون سمعت بمصطلح الموت الرحيم الذي يختاره مرضى محكوم عليهم بالشرل الدائم أو بأمراض مستعصية يستحيل شفاؤهم منها وهناك عيادة في سويسرا للموت الرحيم شعارها لتمت بكارامة من المحزن أيضا تبسط هذه المسألة وتحويل اسمها من الموت الرحيم إلى سياحة الانتحار فكلمة سياحة تطفي نوعا من الفرح والغبطة في النفوس وترى دائما مرتبطة بالأماكن الجميلة والاكتشاف والرحلات والمأكولات اللذيذة ولكن عندما تربط بالانتحار يكون وقعها صعبا على النفس وفي تقرير نشرأ أخيرا بعنوان تزايد الإقبال على سياحة الانتحار سألت نفسي كيف يمكن أن تكون السياحة مرتبطة بنهاية البشعة والموت وتذكرة سفر باتجاه واحد خاصة أن تلك العيادة تؤمن تأشيرات السفر للمرضى والإقامة إلى أن تدجي عملية إنهاء الحياة التي غالبا ما تكون عن طريقة استنشاق غاز الهيليوم أو ابتلاع السوديوم كما تتولى العيادة عملية التخلص من الجثة بحسب رغبة المرض وبالطريقة التي يقررها قبل موته وتختتم الكاتبة مقالها قائلة لا أعتقد بأن ربط الموت بالسياحة رحيم ونحن نقول ولله في خلقه شؤون لزبداني نكهة صمودا خاصة لا يعرف كنهها إلى من عاش فيها وأكل من ثمارها وغفى بقيلولة تحت أفيائها وشرب من مائها الذي لا ينسى حلوته أبدا وتمشى في حوارها في مساء صيفي في مجلة أكسوجين تحدثنا عنات آرام التي كتبت بعنوان عروس الخيال جميلة ساحرة من بلدان الشم يعشقها الخيال والجمال تجدها إلى الشمال الغربي من دمشق بـ 47 كم مدينة تاريخية عريقة قديمة الزبداني التي تعانق السحاب وتتكئ على وسائد الريح بينما تتوزع لوحات الجمال والخيال تتوزع من حولها وتمتد إلى الأفق لا متناهي ينتشر عطب ساتينها وحقولها التي تعبق بروائح التفاح والإجاص المسكي وتتلألأ بكروم العنب لا تزال حتى اليوم بلد الخير والعطاء على الرغم من الحصار والدمار الذي طالها وهدم أبنياتها وقتل وتشريد واعتقال شبابها وأطفالها ونسائها الزبداني روح الأصالة المعتقة بالورد والحناء فيها رائحة التراب بعد أول الغيث وحنية الجيران وزيارتهم العفوية بدون مجاملات سؤال الجارة لجارتها في بكرة الصباح لتساعدها في العجين أو الخبز على التنور أو في عمل الكشك طوص رائعة لأناس طيبين لا يعرفون الكرهة ولا الحقد قدموا وما زالوا حتى اللحظة يجودون بكل ما لديهم لينتصر الحق على الباطل ثبدا الخير والصمود لك في الأفئدة والقلوب محبة لا يضاهها عشق في الكون غير عشقك يا سوريا أيها الإنسان اعرف نفسك بهذا بدأ سقراط فلسفته في أثناء فالحكيم هو من يتقبل نفسه بعد أن يعرفها ويصبر على ما لا يمكن تغييره فيها ويمتلك الشجاعة لتغيير ما بوسعه تغييره ويمتلك البصيرة للتفريق بين هذا وذاك هذا ما تقوله هبا الأحمد التي نشرت في جريدة عنب بلدي بعنوان كن نفسك العالم سائم أولئك المتشابهين لأن البشرية لوحة جميلة رسمها خطاط ماهر تتساوى فيها جميع النقاط من حيث الأهمية لإكمال الصورة لذلك لا يوجد إنسان أهم أو أفضل أو أجمل من إنسان كل إنسان هو لوحة فنية فريدة وجزء من لوحة فنية بكل فضائله ونقائصه وعيوبه وميزاته وفي المكان الذي ولد فيه وبالمؤهلات التي يتمتع بها لكي تحيا بسعادة مع النفس التي وهبك الله إياها لابد لك أن تكتشفها ولكي تنجح في الحياة لابد أن تعرف مواطن ضعفها ومكامن قوتها خلقنا الله كمنحوتة بأبرع ما تكون وأوكل إلينا مهمة أن نكتشفها ونزل عنها الزوائد والأحجار والأتربة ولكي تعرف ذاتك اتصل مع ذاتك الداخلية بصدق وصفاء إذا فقد الإنسان اتصاله مع ذاته الداخلية ولم ينصد لحكمتها سيظل أثيرا لدوائر المقارنة بالآخرين غير أن هذه المقارنة هي كفر بالذات وتفردها فهي سبب للشقاء يقول وليام جيمس في هذا أكثر الناس شقاء على الإطلاق هو من يريد أن يكون شخصا آخر غير ما تؤهله له قدراته وملكاته الطبيعية أن يكون احتفي بنفسك عندما يعرف الإنسان ذاته ويتقبلها ويدرك أنه لا يوجد إنسان ضعيف وإنما هناك من لا يعرفه مكامن قوته ويعرف أنه بتركيبته ومجموع خصاله وصفاته وللانسجام بين ذراته وخلاياه لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى في عمر الكون لا بد له أن يحتفي بنفسه ويرعاها ويسعى لتحقيقها ونجاحها ويتوقف عن السعي وراء أن يكون إنسانا آخر مهما بلغت عظمته أخيرا الحياة تحتاج عبيرك ولونك ولحنك أكثر مما تحتاج نسخا متشابهة عن أشخاص آخرين ابحث عن ذاتك الداخلية ومصادرك الغنية في أعماقك كن أنت أعمل ما تحب وتعلم ما تعشق ومارس شغفك وتصرف كما أنت على سجيتك لا كما يملي عليك الآخرون فالعالم يتوق لفرادتك بعدما سئم من الأشخاص المتشابهين والقوالب المكررة إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة